مازلنا مع فوز المنتخب المصري على المغرب في دور التمانية وصعودنا إلى قبل نهائي أمام الكاميرون حيث أن كان النهاردة في مجموعة من الصور المميزة وظهرت لنا يعني من نوكات الأنباء بعد المباراة مشاهد تؤكد قدية أولا أنه العلاقة حلوة بين اللعيبة رغم حالة التنافس والنرفزة اللي كانت موجودة لكن كان في حالة من روح الحلوة يعني المشهد اللي كل شايفه وأعتقد أن الصور أطلع أصدقائكم دلوقتي على الشاشة المشهد ده ده مشهد صلاح وأشرف حكيمي اللقطة هنا أنه ده بيحضنوا بعض وكلمة فوتبول هناك على آخر يعني مشهد بيقولوا أن الكرة كده الكرة فيها الروح دي فيها الروح أن الاتنين متنافسين بيحضنوا بعض بالشكل ده في إطار كرة القدم في أرض ملعب كرة القدم الصورة الحقيقة معبرة جدا لازم أحيي المصور اللي لقط الكدر ده كدر بيقول قد إيه ويشرح إيه للكرة القدم كرة القدم اللي عنوانها في الشاشة فوتبول أهو أصدنا أرضية الملعب الخضرة تضم اتنين أهم اتنين في الفرقتين أغلى اتنين لعيبة في إفريقيا موجودين مع بعض في المشهد ده بيواسي محمد صلاح نجم إفريقيا الأول والمنتخب مصر يواسي أشرف حكيمي لعب باريسان جرمان والمنتخب المغربي في تأكيد على أن الروح رغم أنه كان في حالة تحدة شوية لكن الروح العربية الروح الرياضية كانت سائدة والحقيقة أنه المشهد ده إخواتنا في المغرب يتكلموا عنه بشكل رائع جدا ومميز في نفس الوقت حكيمي برضو مع فتوح اللي هم طول المباراة مع بعض نائر ونقير زي بيقول كده ده على ده وده بيمنع ده وده بيمنع ده لكن فيه بعد ما حصل مناوشات كده بينهم على خط التماس أبو حضنين بعض ويدحكوا حيث أن أحمد فتوح أدى مباراة رائعة تكتب في تاريخه يعني دي يعني المباراة دي بالنسبة لي أول مباراة تكتب في تاريخ أحمد فتوح واللي أنا متأكد أنها لن تكون مباراة أخيرة ولكنها بداية مبشرة لهذا اللاعب المميز المتميز اللي إن شاء الله سيفتح له أبواب كثيرة جدا في الكرة المصرية ويبقى حاجة من العيبة من العيبة المحترمة جدا جدا وأصبح لنا ظهير أيصر مميز في المنتخب المصري ومن حصن حظنا نحن هنا في الزمانك أنه هو لعب نادي الزمانك وابن من أبناء الزمانك وخريج قطاع ناشئين نادي الزمانك اللي بيأكد لنا أنه نقدر نطلع نجوم عالميين يؤدوا هذا الأداء المتميز عندنا بقى المشهد اللي فيه روح المحبة والود والروح اللي ظهرة في المنتخب اللي هي أحد أسباب وصن الأب النهائي المشهد اللي أنتوا شايفينه ده وزي ما شفتوه قبل كده المرة اللي فاتت بين جبل والشناوي النهاردة بين جبل وصبحي سلم واستلم حالة زي كده في الصباق التتابع في ألعاب القوة كل واحد بيدي الجوانت للتاني كان الشناوي لجبل وجبل لصبحي والحقيقة عندنا كمان محمود جاد لعب حارس مرمى محترم جدا هتشوفوا يعني أنا بقول لكم لمحمد صبحي نحن نعلمه جيدة كالزمالكوية يعني وبنحاول دلوقتي نوعيده مرة أخرى لنادي الزمالك ونتمنى أن أخواتنا في فاركو يعمله زي أخواتنا في يوتشار إما رجع محمد عم منعم في إطار المهمة الوطنية فالزمالك برضو يبقى محتاج مهمة وطنية إذا دي ويعيده لنا محمد صبحي إن شاء الله تعالى يعود ويتقلق كمان إن شاء الله في الموراة اللي جاي الصورة دي طبعا صورة لطيفة جدا هي قديمة شوية يعني شفناها فاربعة وتسعين ببيتو كده بما كان بيعملها زمان النهاردة تريزيجيه عشان التمرير الحلوة الرائعة الغير عادية فائقة الجودة أي ون يعني أيها كانت الصفة الجميلة اللي تتقالي على التمرير اللي عملها محمد صباح لطريزيجيه اللي أحرز على أساسه الهدف التاني وفوزنا بهذه المباراة تعرفين أنه آخر مباراة منتخب مصر قبل المغرب كان في 2017 في دولي الثمانية برضو وفوزنا بهدف كهرباء في الدقيقة الثمانية والثمانين لكن الحقيقة النجون تريزيجيه كان في الدقيقة مية عشان تبى مصر مية مية النهاردة كنا أصحاب أداء مية مية في الدقيقة مية ساعة الدقيقة مية ما جت كان محمود حسن تريزيجيه يحرز هدف الفوز يحرز هدف الاطمئنان قدينا مباراة بعد كده عشرين دقيقة بهدوء ويصل وفيه مشاهد اللي أنا بسأل نفسي عليها هو ليه رمضان صبحي إما بونو كان في عند بيقعد مع محمد صبحي في المرمى بتاعنا ليه ما شطش في الجوع على طول ليه عاوزي ديال صلاح يعني خليك يعني أنهاني شوي لو فيه كرة غيرها برضو برضو دور على صلاح لكن الحمد لله عد على خير والصور دي بتؤكد لينا وليكم وقابلنا كلنا اللعيبة إن الروح الحلوة هي المكسب إنه في الآخر الروح الرياضية في كرة القدم هي الأساس وإنه التنافس الطبيعي والأخلاقي هو اللي بيخلي إنك إنك تحب كرة القدم وتستمتع بكرة القدم الآخر صورة دي صورة يعني صابقة يعني بين منه وصلاح خلاص لاتنين شكلهم شكلهم كده هيلتقوا مع بعض في النهائي وبعدين يقابلوا بعض تاني في مباراتين الفاسطين يعني الشهرين اللي جايين دول تحت اسم محمد صلاح ومانيه لقاءات محمد صلاح ومانيه سواء في المنتخب المصري أو في السنغالي وإن شاء الله تعالى زي محمد صلاح متفوق على مانيه في الدور الإنجليزي ومتفوق على مانيه في ليفربول يتفوق عليه في كأس إفريقيا إن شاء الله ويتفوق عليه بعن الله وبإذنه وبدوعة الجماهير المصرية في المباراتين الفاسطين اللي جايين في مارس يوم 24 مارس هنا في استاد القاهرة الذي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه الدولة المصرية توافق على أنه يكون ممتلئ الجوانب وأنه كل اللي يدخلوا يتقال من دلوقتي يا جماعة اللي هيبقى عاوز يحضر مبارات مصر والسنغال يوم 24 لازم يأخذ التطعيم واللقاح عشان اللي عاوز يروح يعمل اللقاح ويبقى برضو ده زيادة في أنك تفتح باب للناس الراغبة في اللقاح يروح يأخذوا اللقاح والتطعيم عشان يحضروا المبارات دي لأنه مهم جدا 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 صحيح الموضوع السابق أوانو لكن مهم في الجزء بتاع الجمهور نقوله من دلوقتي وندفت الانتباه من دلوقتي لأن الجمهور المصري يجب أن يكون متواجدا يملأ أركان استاد القاهرة السبعين ألف متفارجي بموجودين إن شاء الله تعالى في مبارات مصر والسنغال يوم 24 أذكر من الآن أتمنى أن اتحاد الكورة ومزارة الشباب يسعوا جاهدين من اللحظة دي ويفكروا ليهم هما سيباك من الجزء الفني يفكروا جديا في الموضوع ده وبرضو مستقبل وطن زي ما قادر يعمل مبادرة أنه الجمهور اللي بيروح يتابع ويؤازر المنتخب في الكاميرون برضو يعمل الحكاية دي لأنه مهم جدا جدا والجمهور المصري يبقى موجود معنا